خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسيطة المدينة بمجلس النواب أكد وزير الداخلية عبدالواف الفتيت أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفائلين على الصعيد الوطني بخصوص محاربة التزوير وانتحاد الهوية نزولا عند رغبة مكتب اللجنة تفقنا باش ناخدوا الوقت دينا يعني لوزير يقدم القانون ديالو باش الفور وقت مشي تدرس تقديم ديال سيد الوزير ونبرمجوا جلسة للنقاش العام والسياسي ومن بعدها جلسة أخرى للنقاش التفصيلي وجلسة رابعة لدراسة التعديلات والتصويت يعني مشروع القانون غادي ياخد حقه في النقاش العمومي والنقاش السياسي والنقاش القانوني داخل مجلس النواب ويقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند السن الثانية عشر لأخذ البصمات كما أن بطاقة التعريف الإلكتروني الحالية ستبقى سرية المفعول ولن تلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته من الاستفادة من خدمات تعريف جديدة ترجمة نانسي قنقر